الاهلي الى خبر تم تناوله خلال الايام اللي فاتت والساعات الماضية ان امام عشور وزيزو على رادار التعاون السعودي الحقيقة ان كل الاخبار اللي جاي لنا واللي اكدتها الصحف السعودية الصحف الكبيرة في السعودية جريدة الرياضية السعودية واحدة من اكبر ان لم تكن اكبر صحف الرياضية في السعودية بتقول ان التعاون مش بيرفض هو العنوان ممكن يكون صادم شوية يرفض عشور وزيزو ولكن القصة فحوا بقى الخبر بتقول انه زيزو وعشور امام عشور مش على رادار التعاون في الوقت الحالي وعلى فكرة ده ممكن يتغير خلال ايام او شهور او اسابيع يعني لما تيجي للويندوز الصيفية فترة الانتقالات الصيفية هتلاقي دنيا بتختلف وممكن اللي ما كانش مقبول دلوقتي يتقبل بعد كده وممكن اللي ما كانش مطروح دلوقتي يتطرح بعد كده ولكن حتى هذه اللحظة التعاون مش حاطة امام عشور ولا حاطة احمد مصطفى زيزو نجمي الاهلي والزمالك على الرادار بالنسبة له خلال الايام القادمة او خلال الاسابيع القادمة لحين فتح باب الانتقالات الصيفية وساعتها ممكن الامور تجد وممكن الدنيا تختلف لان بالتأكيد ما فيش اي حد يختلف ان امام عشور واحمد سيد زيزو اضافة لاي فريق جوه مصر او برا مصر اللي اتنين هما الافضل في مركزهما داخل جمهورية مصر العربية